اشتركوا في القناة ما بيتعملش بسبب الظروف كورونا واخر مرة كان هنا في مصر على ما اتذكر كان هنا في مصر كانت الحفلة جميلة جدا نهاردة بترجع تاني وتتعمل في المغرب النادي الاهلي ليه نصيب كبير ممكن اقول اكثر مفيش في مصر حد تاني موجود غير نادي الاهلي ومحمد صلاح في الجائزة اللي هي بتاعت افضل لاعب والنادي الاهلي عنده فرص يعني نتكلم كافضل نادي هو موجود فرصه موجودة لان كمان حتى كتقييم وزي اخلينا بردو نقول للناس ان اي استفتاء هو بيعتمد على تصويت بني ادمين كل بني ادم بيحط معاييره فعشان بردو الناس تعوشوا انجازات والحاجات دي تبقى لترشيح الشناوي في افضل حرس بناء على انجازات لكن احنا الارباء وانحنا بنصوت مش شرطة كلنا نقول هناخد الشناوي ممكن حد يقول بونو عشان بردو الناس تبقى اخد بالها من المعايير دي كويس نهاردة النادي الاهلي موجود في افضل حرس مرمواني الشناوي مع كتيبة الحراس الموجودة على رأسهم واحد زي ياسين بونو مثلا حرس مميز جدا مع متخب المغرب كاس العالم او لما كان مع ايشبيلية وتتويجه بالدور الاوروبي ولعبه السوبر وحالان هو في الدوري السعودي مع نادي الهلال دي حاجة كويسة مفروض نبرزها النهاردة حرس مصر الاول موجود ضمن افضل حراس افريقيا كمان هو موجود مع كهربا مع بيرسي تاو مع علي معلول موجودين في افضل لعب اللي هي بتتعامل داخل القرى مسابقة داخل القرى عشان ما يتزلموش مع المحترفين اللي في اوروبا فالنهاردة عندك تتكلم في اربع لعيبة من نادي الاهلي موجودين كمان لسه من شوية النهاردة يعني قبل الحلقة بشوية الكاف تقريبا عمل الاستفتاء بتاع افضل هدف هذا العام وموجود هدف كهربا على ما اعتقد في مباراة الهلال الهلال تقريبا الهلال السوداني اللي هو الاستلام القرى ومتا تقريبا أنا برضو حشان الخبر كان سريع بس والناس دول سواتوا الكهربا فكهربا موجود له هدف فالنهاردة ده حاجة لازم اخصى ان الحفلة يوم 11 يعني الاسبوع اللي جاي وبالتأكيد مصر يعني اعتقد ان احنا هنا في مصر القناة هتبسها دي حاجة جميلة جدا فلازم على الاقل نتكلم فيها او نقول للناس نعرف الناس بنصوت ازاي لو في صحفيين افارقا بيصوتوا نبتدي نقول ان نبص لعبتنا موجودة عاملة ازاي لو في معايير لو في فنيين لان انت بتعمل رواج ودعاية لنفسك ودي فرصة النهاردة نادي الاهلي موجود كافضل نادي منتخبات يعني في حاجات فيها تصويت وفي حاجات اللي هم الصحفيين والمدربين والكباتن هم اللي بيصوتوا فالنهاردة انت بس بتبرز ان دي حدث كبير نادي الاهلي ممثل فيه محمد صلاح بوجود راجعة في المغرب فليه النهاردة ممكن تلاقي ناس كتير يعني لو الناس مش متابعة ممكن تلاقي ناس ما تحرفش تتفاجئ مثلا الحفلة دي الأسبوع اللي جاي زي النهاردة فعلا وقت السوبر جلوب مع كابتن اسلام هنا والناس في ناس كتير من كتر التغطية الاعلامية الكاس العام الاندية بتاعت كورت اليد ما خدتش الرواج الطبيعي اللي بتتاخد كل مرة في ناس تتفاجئة ان البطولة تتلعب اليومين دول يعني اتمنى ان النهاردة يتم برضو الملف ده يبتدي الناس تتكلم فيه صحيح عندنا مرشقين دي افضل لعيب هي برضو اعلاميا طبعا لابد ان تتغطى فيه روافد اعلام النادي الاهلي لانه اذا كانت الاندية يعني يلغى كثيرا بسبب الكورونا فهو برضو بعض اغلب الاعلام اللي بنتكلم عنه هيلغيها لانه زي ما كان فيه كورونا فيه الاهلي المرات يعني يلغوا المتابع لانه فيه الاهلي الاهلي العيبة الاهلي الشناوي الاهلي الاسم النادي نسين انه صلاح لما تيجي تقول في بعض البطولات لما تتكلم عن الاندية سيدي انت مش مضطر تشجع النادي فيقول لك لا فلم ده بيمثل مصر ماشي طب المرات دول بيمثلوا مين اعمل رواك حتى لبلادك يعني اعمل رواك وانت شايف كل حاجة بتنسحب بعد ما بقى ممثلين نسايبين حتى العاملين المحترفين اللي كانوا شايلين الكاف بره النهاردة وانت معاك النادي الاهلي طروق رابطة الاندية بمقرها كينيا كينيا ليه لانه خلاص مفيش حد سائل وكل عايز يقول لمصر بكرة تشوفي اناك الخير وده موضوع تاني لكن انا بقولك ده من ضمن المنظومة اللي ده برضه على كتاب اللي يابد ان تكون على كتاب اعلام النادي الاهلي لانه تغيب الايفنتات بسبب مثلا حاجة زي كورونا المراضي التغييب الاعلامي كله من كل الاسماء من الاهلي مع عدم محمد صلاح طبما تعتبروا كل دول من مصر يا جماعة من مصر يا جماعة لا يجوز وهذا ما يحدث في كل ما نرى من بعثات مع اشقاءنا في عرب شمال افريقيا مع القرب في كل غرب شمال شرق كله الناس بتضم على بعضها اه ما بيجبركش لكن في النهاية هو بيكون عنده فخر احمد ولديحي وهو رجل مطور وراجل رائع في موريتانيا الحقيقة يا جماعة عمال يمشي بموريتانيا الاندية قبل المنتخبات لان هذه هي القيمة السوقية بتاعت فريق نوازيبو دي كامك استاذنا ارجو تتكلم في مليون او يعني مليون بوينت ميت حاجة كل تيم الليستة كلها كابتن بولار حدوش بتتكلم هنا فريق شباب بلوزداد عشرة مليون شوف برامتز كام مليون شوف النادي الاهلي كام مليون فهو النهاردة بيروج لبلده من خلال انتصار فريقه على نادي بيرامتز فانت انت لازم انت تكبر اه بنكسب وناس تحتفل ونشوف بس الاعلام لازم نكمل ودوس على فكرة لما تبقى شركات وطنية مثل المتحدة وغيرها اه وقنواتنا النقلة اللي داخلت المنافسة يا اخي تكلموا بقى اما للشركات الوطنية داخلت ليه مش انتوا كنا عاديين نقول هما بيروحوش ليه طب اهو كلها كل الايفنتات النهاردة شركاتنا الوطنية صح حكبت حضراتك راجل يعني اعلام طول الوقت احنا يمكن عشان اعلام المقروع وكذا لكن يا جماعة ده اللي بيوصل لنا وده فخر ومش عاجب الناس بس المفروض ما يبقواش مصريين دول اللي مش عاجبهم ان انا او المتحدة او كذا تشيل الحاجات دي وتطور اتكلم بقى يا عم وانت جوه ارجوك اتكلم يا عم سميها مصر سميها مصر ما بلاش تقول النادي الاهل لاعبه منتخب مصر الليلة كذا كذا لكن هي في الاخر لازم توقع على عطق يعني مسؤوله الاعلام في النادي الاهل وفي القلب من القناة فعلا لانه لا يجوز ان ده يمر مو صلاح هناك يا جماعة لا يترك وحيدا حتى لو اسمه فقط هو المطروع طيب تمام قبل برضو بقى بنسيب الافريقيا ونتكلم عن الدولة يا كابتن مهد وكابتن حشيش مازال الفار بالنسبالي فيما يخص الاتحاد الافريقي وعدم اقراره للفار وتواجده في دور الثمانية او انا اسف في دور المعايد وبالتالي الى متى سيظل انا دلوقتي بعتمد على ثلاث حكام خلاص فالمطش الجاي مثلا لو تخيل انت السنة اللي فاتت مباراة الاهل والهلال الاهل والهلال اللي هي المباراة اللي كانت هتصعد مين يصعد ومين ما يصعدش صح وقدت في مصر تخيل حكم اخطأ كان سواء خلص على الاهل او خلص على الهلال فاش راجع فاش راجع الى متى سيظل هذا الامر موجود انا الحقيقة بالنسبالي موضوع ده صعب جدا والله اسلام عزوالك حاجة احنا بنعاني بشكل كبير جدا من التحكم الافريق بصراحة يعني وصرف المجموعة دي ان كل معظم الحكام اللي بيديروا البطولة دي حكام ما نهمش تاريخ دولي او ما نهمش باع او ما نهمش خلص على السعر بصراحة وده مأثر بشكل بير جدا على اداء الفرق دي داخل الملعب عزوالك كمان حتى احنا في الدور السعودي شوفنا الجول بتاع كريستيانو قال لك رجبة قال لك تسلل برجبة يعني كمان شوف كمان الدور السعودي والتغطية الكبيرة لكن برضك فيه اخطاء اخطاء بتقع بشكل كبير متأثر على نتيجة الدربي بين الملال والنصر فانا عاز اقول لك ان احنا بنعاني بشكل كبير جدا من الحكام الاسلام ويمكن السنوات اللي احنا ضعت مننا المطلعات الافريكية التي كانت سببها الفار والحكام وضعف الحكام في قدرتهم لمباراة النادي الاحلي فاحنا ما زلنا بنعاني لسه موصلناش بالنطج الافريكي بالنسبة للفار او بالنسبة للحكام اللي بيديروا بعدين في حاجة كابتن مهر طالما اكتشفنا الفار وخلاص بقى متواجد بيننا الفار وعيش بيننا طب ليه ما في بطولة كبيرة زي دي مؤهلة لكاس عالم الاندية وفيها بقى فيها ارقام فلوص كبيرة جدا جدا والاندية اللي بتشارك فيها يعني بتصرف اضعاف اللي ويز اضعاف واستثمارات كبيرة وفلوس كبيرة يجي حكم بقرار تكي يطلعك من البطولة السنة اللي فاتت يعني اسلام يطلعك من البطولة طب انت ده اساسا مش دور الاربعة وستين ولا دور اللي مش عارف منه وتلاتين ده دوري مجموعات يعني خلاص احنا بتتكلم في المتشاط اللي بتاع دوري المجموعات وخلاص تمام وصلت فانت ليه طالما موجود هل تكلفة عليك ولا على فكرة وكل فريق من دول في بلد معرض ان هو يتأهل زي ما حالك قد في دور التمانية وبالتالي في دور التمانية هو مكبر يعمل الفار عنده يعني ما ينفعش اقول مثلا في الغابة لما كان لنا زراعة كباتن استعزنكم بقى شواء دخول جوا الموضوع لما كان لنا زراعة قوية كنا بنعمل لبيهات علشان نتكلم واضرب لكم مثل بننادي الالي وجملة الكابتو حمود الخطيب أمفير على النهاية من المباراة واحدة ايو او المباراة الواحدة تعلن مدينة مبكرا زي أوروبا اهلا بيك بلد محيط ثم يأتي لا يأتي يلعب 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 الماتشو ماذا بحقها والأهلي يوصل ماذا حاجة بأسمها تديني خطاب فجأة فواحد يدولك أو لأ أو كذا وده حصل لكن الكل نظر للأهلي هل هناك سمت تربيطة خاصة مع الفرق اللي زي النادي الأهلي اللي ممكن خسيرها لأنه عنده معلن سيبك وصرف قديه في البطولة دي ده كل انتاجه من داخله العالي اللي فيه وفرة نص مليار اللي بتحدث من قبل على أنه هذا هو سمو الفني طيب انت بقى يا ربا تمع مين وزا جي ربا تقولك انت عايز تعمل لنا فيه أبو عرام ما هو انت لازم لك ده ايوة خد على دماغك ما تعمل ليه الله عليك بتسلم لكن انت بقى لو فتحت لك هذه المساحة حد فكر ازاي الربطة ممكن يدفع باسم مصري عشان يبقى واحد من البور الموجودين تمام لكن انت النهاردة لو روحت بقى وروحت لأشقاء الجزائري قال لأ بورد قال لأ بكلم على الفعالية اللي هو رئيس نائب بغض النظر المفروض انت تبقى موجود هذا ما كان يحدث يا كابتن اسلام حتى اسم مصر وبالتالي تخيل بقى النادي الأهلي ما سكت خطيب مع الراجل اللقجع زي ما عمله حتى لو كان البطولة كانت من نصبهم لكن كل يعمل لمصلحة بلده والمنافسة هتصير كده كان طبعا هينظر في أمر الفور لانه هناك آخرين كل واحد بيعمل المصلحة طبعا في الآخر هناك آخرين بقى مش عايزينه خالص أنا لا أتشكك الشمال العرب الأفريقي ماه مكان لكن عايزه أكيد ليه لأنه عارف مرة ليك ومرة ليك لكن بلدان تانية إذا لم تقود أنت والمغرب والجزائر والأشقاء الكتلة دي مع البلدان وكذا مش هتحصل إلا بدغوط طب النادي اللي هيري يروح ادي له على دماغه وما يوجعش دماغه وده اللي قلت لحضراتك كابتن إسلام هذه هي المشكلة صحيح طيب خلينا نطلع فصل الأخير وبعد هذا الفصل نرجع نتكلم عن الدوري العام المسر اشتركوا في القناة